فيما يتعلق باستطلاعات الرأي إلى أي مدى ربما تنجح دقة استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية خاصة أنا دائما ما يشكك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميل بالفعل يعني هذه نقطة جعلت تلك الانتخابات يعني في منتهل السخونة والإثارة ليه؟ لأنه من يعني احتسى شربة استطلاعات الرأي في 2016 الآن ينفث وينفخ في زبادي استطلاعات الرأي 2020 في مفاجآت اللحظة الأخيرة في أن الجمهوريين لا يقدمون على يعني لا يرغبون في التقدم والمشاركة والمساهمة في تلك استطلاعات الرأي إذن بتأتي بنتائج غير دقيقة أيضا يعني سواء اللاتينوس أو العرب أو الأفارقة يعني في نسب كبيرة لا تقدم على هذه استطلاعات الرأي في يعني تحدي الميديا ووسائل الإعلام للرئيس يعني وهذا التحيص ضد دونالد ترامب إحنا بنشوف بعيدا عن هذه الاستطلاعات الرأي الصورة الصورة لا تجذب بتجد الحملة الانتخابية لدونالد ترامب الناس يعني مقتضة ومتكدسة كالسردين كعيلة بالسردين ولكن في حملات جو بايدن بتجد ذلك التباعد الاجتماعي وهذه يعني العناصر المؤيدة القليلة في العدد فإذا يعني الصورة بتبين أنه مدى دقة وانحياز وسائل الإعلام التي يعني تصدر دائما أن استطلاعات الرأي مع جو بايدن الحياة وسائل الإعلام الأمريكية دائما ما تفاجئنا دكتور طارق يعني حتى قبل ربما الانتخابات الأمريكية البعض يتوقع مفاجآت أكبر من وسائل الإعلام الأمريكية إلى أي مدى لها تأثير على الناخب الأمريكي في واقع الأمر وسائل الإعلام التقليدية وحتى وسائل الإعلام غير التقليدية سواء كان الفيسبوك وتويتر وجوجل وكل هذه الوسائل والتقنيات وهذا يعني مافيا وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية يعني يقفون موقفا منحازا ضد دونالد ترامب لا ننسى يعني القيام الفيسبوك وتويتر بأكثر من مرة مرات عديدة بشكل وإلغاء تويتات للرئيس الأمريكي ولا ننتظر ما ذكرته يعني نيويورك تايمز فيما يتعلق بإحتمالية أن يكون هناك فساد مالي في الصين أقدم عليه دونالد ترامب كما قالت نيويورك تايمز قبل المناظرة الأخيرة بينه وبين جو بايدن نعم يعني هذه نقطة تحديدا هناك يعني شفنا مارك زوكربيرك في فيسبوك لما قال أنا محتار ما بين الديمقراطيين وما بين الجمهوريين الجمهوريين بيقولوا أنت ليه بتلغي التويتات بتاعتنا والديمقراطيين بيقولوا أنت ليه سايب يعني هذا الكم من الكذب وعدم الحقيقة والزيف من غير ما متقوم بدورك وإيه وتحذف هذه الأمور إذن هو محتار بيقف في موقف دقيق وبيقول أنا عايز ثم التشريع أنا لست قاضي الحقيقة لابد من ثمة شركات متخصصة يعني تيجي فيما يعني تم التعاون والاجتهاد ما بينها وما بين يعني هذه المنصات عشان تحدد بالضبط إيه هي المعايير اللي بناء عليه يعني تترك البوستات والتويتات أو يتم يعني حذف هذه التغريدات فالأمر أتصور أنه داخل فيه يعني عناصر كثيرة عناصر كثيرة مؤثرة الإعلام التقليدي الذي يقف هذا الموقف المنحاس ضد دونالد ترامب وهو يعني يمشي على نفسه خطى 2016 يعني كلنا احنا يعني توقعنا والإعلام قال لنا خلاص هيلر كلينتون هي اللي هتفوز قمنا فجأة لقينا أن ترامب هو اللي فاز عكس استطلعات الرأي عكس الميديا عكس وسائل الإعلام انضمت بقى وسائل الإعلام غير التقليدية وتلك المنصات الإلكترونية أيضا في موقف مضاد لدونالد ترامب خاصة أن سيد ترامب شهباندر تجار العالم قال للآتي قال أنا لابد من ثم التشريعات الجديدة هذه التشريعات تحد هذه القدرات وذلك التلاعب اللي بتقوم به هذه المنصات الإلكترونية سواء كان جوجل سواء كان فيسبوك أو سواء تويتر وهذه المنصات